موسيقى السلام عليكم جيس باركوزالي بيان دم قولينا لكم مرة أخرى في المسيون 10 سودي الشالج وجبنا لكم اليوم بزفة للإنبتاء كل واحد غادي يحكي عن مصار الدراسي جامعي الدائح في كلية العلم الاقتصادية التجارية وعلم تسيير في الونيفرسيتي أوران 2 ويحكي عن البركور البركسيوني أن الذين دعونينا اليوم يحكي عن المنزل موسيقى 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 ومolla أجل من أطلقاء مفوابيل حليمين وحديثي في برنامج لقيته وحديث في معلوماته المشهر فريقا وحتفرض محلولاً وفوراديه في العمليات المدينة في البداول وغير المنوضة للمنظرة برنامجينة في 2013 حاصل موحسابي وجبير مستر الأكاديمي في 2015 مراقبة مليئة و محاسبة حالياً على طلبة دكتورة سنة تاريزة أم شخص الإنسان لديمهاً من التلاف careers وقد كانت دكتورة 5 عام في التلواتي الناية والمهلاب أمology at the University of Urland 2 وأتنير شخص بالمحاسة على الناس اتبعا لقد أصبحت أن أجب أن أجب أن أكون هكذا سجل أن أجب أن أجاب انتصال على ذلك تحت مؤسس في ذلك دعاء دعاء أنه كان وقتلس.. فلقد أنه كان لقد كان يضبق في ذلك مؤسس مرة أنني أجابت في حال مستقبل ولكن لاحظهر بقلب سيارات أتباع ذلك بمتالج وفاهمة بعد رسولة ونستقرار بالأسفق بمستقرار خط في بطاقة كنت المنظر الإعجابية فيها جميع المقلوب ، يتعرض لعظم التعليمات بشكل مستخدم وإنهائي الإمكانيات ، هدو صحيحات المعارضة ، المعارضة المعارضة وفق المعارضة ، خطوة المنزل من أن تكون في البرنامج المعارضة بعد التعليمات من الناس ، كانت المعارضة لتأتينا في العمل الشغل كإطار مالي في بنك عمومي حيث المهنتائي تتمثل في متابعات ومراقبة تعهدات So the first three years were in a common core which is finance and after that I was interested into like more developing this field so I had a two-year master degree and after that immediately started in a career all the time in an accountancy in an international firm and now 2020 interested in my building my own career in an internship and launching my own project Au fur et à mesure que j'apprenais durant mon parcours, je me suis découvert un certain plaisir à faire de la recherche, à connaître les aspects théoriques et du coup ça m'a poussé à passer le concours de doctorat et aujourd'hui je fais une thèse sur l'entrepreneuriat social et j'essaie de voir ce que ça peut apporter en termes de plus-value pour l'économie algérienne. J'ai entamé mon parcours professionnel comme enseignante universitaire à l'université d'Oran II, par la suite j'ai intégré l'ECHRA École Hôtelière d'Oran comme formatrice et directrice académique. Après une année et demie, la présidence du groupe m'a fait confiance et m'a nommé comme directrice générale de l'école.